موسيقى هذه واحدة من الأماكن اللي تحتمل تكون عمواس اللي بيذكرها العهد الجديد أنا موجود في بلدة أبو غوش مش بعيدة كتير عن مدينة القدس أورشليم الاسم القديم لهذه البلدة كريات يعريم وإذا نتذكر القصة في صفر صمئيل الأول أحضر تابوت العهد إلى بيت أبي نداب والرب بارك ومكث تابوت العهد لمدة عشرين سنة هذه الكنيسة تابعة للكاثوليك البندكتيين وهذه الكنيسة تخليداً وإكراماً لقيامة يسوع المسيح نعرف أنه كان فيه طريق روماني من أورشليم إلى منطقة إيافة إلى الميناء كان بمر في هذه المنطقة واكتشفوا عمود اللي بيحدد المسافات لهذه المنطقة الرب يسوع ظهر عدة ظهورات لكن شرف أنه يظهر في هذه البلدة في أبو غوش لتلميزين كانوا ساكنين في هذه المنطقة تركوا أورشليم لا نعلم ما هو السبب لكن اقترب يسوع طبعاً وكان يمشي معهما لكن أمسكت أعينهما عن معرفتهما فسألهم سؤال ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وأنتما ماشيين عابسين يعني مكشرين أجابك كليو باسي لو واحد من اتنين وأنا نفسي أنه تتصلت الكاميرا على وجه عندما أجاب المسيح هل أنت متغرب وحدك أنت الوحيد في كل هذه الدنيا في البلد مش عارف شو اللي بسير من الأحداث في هذه المنطقة فأسألهم ماذا؟ قال المختصة بيسوع الناصري كان مقتدراً في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب وكملوا لاحظ الكلام نحن كنا نرجو أنه مزمع أن يفدي إسرائيل وكملوا أيضاً أنه كان في حير بعض النساء ذهبوا للقبر وقالوا أن القبر فارغ يعني المسيح حي أقام ومع كل هذا تركوا أرشالين عبسين مكشرين ومحتارين ومش عارفين كيف كل الأمور عم بتسير معهم فالمسيح طبعاً وبخهم طبعاً بتوبيخ عتاب يعني قال أما كان يتألم بهذا ويدخل مجده ثم ابتدأ يفسر لهم الكتب المقدسة طبعاً من الطورة من موسى إلى المزمير إلى الكتب ويوضح من الكتب أنه فعلاً بتتحدث عن آلام يسوع المسيح وموت يسوع المسيح من أجل خلاص الناس هذا الظهور الخاص طبعاً كان فيه اكتشاف عظيم لما وصلوا منطقة عمواس دخلوا البيت وظهر الرب يسوع كأنه بده يروح لمكان تاني طبعاً الضياف الشرقية عزموا أنه يدخل البيت لكن في شيء حدث لما كسر الخبز يمكن شافوا أثار الجراح مكتوب إن فتحت أعينهما وطبعاً اختفى يسوع المسيح وعلى طول تركوا المكان رجعوا للقدس إلى مكان العلية حتى يخبروا التلميذ إنه ظهر لهم الرب يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر